جاءوا من المقطع يا حبايب اليوم جاي بكم شغلة كلش مهمة وشغلة كوش راح تفيدكم منشان تجيبون فلوس انتو مجرد قاعدين بليويت ميدل تسوين شي واللي هو عن طريق وكالة حصرية يا حبايب وبأوروبا وبألمانيا باقي تطبيق اسمي بيغو لايف يا حبايب مجرد انكم نسوون بث مباشر الفترات مؤينة راح صاروا تحصون علي الرواتب بكلش عالي وفلوس كلش هواية من خلال هذه الوكالة يا حبايب اللي راح اضطوكم حساب بالوصف هو حساب انستجرام اللي ظاهر قدامكم مجرد توصطهم اياه تقولوا احنا منطرف في هذا الزين وحابين انو تتساغلون بهذا البرنامج وبهذا التطبيق وهما راح يساعدوكم انفهموكم كل التفاصيل راح اضطوكم الرابط بالوصف يا حبايب مجرد تفتحهم ببيت حتحصون هواية فلوس فأتمنى بالكل يا حبايب يروح ناك لحصنا الاشخاص اللي بأوروبا واشخاص اللي بألمانيا وروح قلوهم منطرف في هذا الزين الخبر روي اللي عادنا عن نورمار وعلانة عن تنزيل فيديو كلش خطير فنزل هذا السوري اللي كان كاتب علي بحياتي ما نزلت فيديو يوم الخميس ولكن اليوم يا حبايب راح ينزل لنا مقطع كلش مهم على الساعة بالأربعة فاكتبوني يا حبايب الكومنت تاج قمت حمسي هذا المقطع وشتوقون الصاروية نورمار شي خطير ننتقل حاليا البارش دادا وصبغة الشعرة فبارش يا حبايب نزل مقطع على التيك توك وهذا المقطع هو واضح لدي يصبغ شعره طيب هو مكين اللي صبغة باللون بنفسجي ولكن هو لما نواحد يصبغ شعره يجيكون بفداية وما بالنسبة لللون الحقيقة اللي هو صبغة فعلا من خلال الصورة اللي نزلها على حسابها بالإنستجرام اللي كان هذه الصورة صبغة باللون الأسود فاكتبوني يا حبايب بلكومنتاج شرقوا بذلك الخبر هو اللي أعجبكم شعره أو لا وننتظر حاليا المريانا غريب واعترافا منه هو حبيبها أو منه هو الشخص اللي هي معجبة بي فنزلت على حسابها بالتيك توك مقطعين بالنسبة للمقطع الأول يا حبايب اللي هو كان هذا من شانك تسوي التاقل تامر حسني اللي هو المغني اللي يسوي أغاني يعني وهذا الفيديو شاندتها لترف لبيه أنه هي تحبة راح أطلقكم الفيديو شوفوه أنا ويا انت بالد وانا بفلس ونحب بعضنا للعفت أنا ويا أنا ويا وبالنسبة للفيديو الثاني يا حبايب فنزلت هذا الفيديو شاتم سوي التاقل تامر حسني وكاتبت لترى أنا من فان ذاتك فاكتنا يا حباب بالكومنتات هل تتعرفون أنه هي معجبة بتامر حسني أو لا وننتظر حاليا الفضيحة الأكبر بالسوشال ميديا عن بيسان تيكت أو أختها ليسا فوحدة من عاتهم يا حبايب فانتشار هذا الفيديو كان واحدة يا أم بيسان يا أم ليسا قاعدة تبوس الشخص حسب ما عرفت أنه هذا شخص اسمه هاني ما أدري الصراحة من هذا الشخص ولكن الفيديو واضح يا حبايب أنه مو تانوا قاعدين يبوسون بعض الفيديو الأغلب يقول يا حباب أنه هذه ليسا 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 ولكن ما أدري الصراحة الفيديو فعليا كلش صدمة وصراحة كلش عايب أنه انتشرت فيديو خاصة أنه هي مشهورة وغير ملائمة يعني للأطفال أقوموا كتبونا يا حباب بالكومنتات شركوا بذلك الفيديو انتشار هالتوقان هي بيسان أو ليسا واخش نكتب ناجي الرقاق يا حبايب وأخيرا رجوعا للسوشيال ميديا فبثل ما تعرفون يا حبايب أنه هو الزوج من حوالي اسبوع وقطعا للسوشيال ميديا ولكن اليوم يا حبايب نزد هذا الستوري على حسبه بالإنستكرام وكان كاتب عليه رجعنا وكان هو الستوري موجودة بلماء اللي هي الزوجته فأكيد رح صوروا صورونا مخاطق خرافية يا بعض أكيد متحمسين فكتبونا بالكومنتات جاء متحمسين وبيصلوا يا حبايب نوصات المقطع اللي تنسون الوكالة يا حبايب اللي بالوصف تطلعون الفلوسو تقاعدين بالبيت مجرد تتواصلون وياهم وتقولهم حابين نفتح بيث على هذا التطبيق الرابط بالوصف يا حبايب الكل يدخلوا يكتبوا من طرفها زيان عمود يعرفوكم ويساعدوكم ويخدموكم بشكل أفضل وبيصلوا يا حبايب نوصات المقطع اللي تنسون تتجرون هذا المقطع اللي كات وبس مع السلامة